صباح الخير من جديد أهلا بكل من انضمننا صباح الخير لمعلمين اللي منفتخر فيهم هذا اليوم هو صحيح يوم المعلم الفلسطيني ولكن احنا كل يوم نتعامل معه على انه يوم المعلم الفلسطيني منحكي عن من يبنون المجتمع من يبنون المستقبل واللي لهم أثر في حياتنا جميعا أكيد فرح قادة التغيير قادة الإصرار قادة العزيمة المربين والمعلمين والذين دائما يعطونا الأمل اليوم منعيد بهذه المناسبة على الأستاذ صادق لخدور الناطق والمتحدث باسم وزارة تربية التعليم كل عام تبخير والمعلمنا الفلسطيني بألف خير كل عام وأنتم بألف خير كل عام ومعلمنا المعطاء الباقي على عهد الوفاء بألف خير كل عام والمعلم الفلسطيني نموذج ملهم يعني يواصل دوره باقتدار على الصعود كافي كل عام والمعلم الفلسطيني حارس من حراس الحلم وحامل أجانة نترحم في هذا اليوم على المعلمين الذين رحلوا نتذكر رهام دوابشي نتذكر عولى الجولاني التي رحلت ويتده محمد عبد الحليم نتذكر المعلم التي قضت قبل أيام في حريق جباليا كل معلمين وغيرهم من المعلمين والمعلمات نتمنى الإفراج العاجل لمعلمين الأسرة الشفاء العاجل للجرحى منهم وتحيي خاصة أيضا لمعلمين القدس في عام سيادية التعليم الفلسطيني في القدس فعلا أكيد من ضم صوتنا لصوتك بكل ما ذكرته أستاذ صادق لربما في السنوات الأخيرة كانت سنوات صعبة على الطاقم التعليمي من ظروف عديدة سواء جائحة كورونا سواء المضايقات والانتهاكات اللي بعاني منها يوميا من الاحتلال وتصرفاته الأوضاع الاقتصادية كل الظروف كانت صعبة فعليا على المجتمع ككل وعلى المعلم بشكل خاص ولكن مع ذلك في كل عام سواء في بداية العام الدراسي أو في نهايته نتوج نجاح جديد برفقة معلمين كيف ممكن نوصف هذا العام؟ صحيح هو ما انتهى بعد ولكن لحد هذه اللحظة ماذا نقول عنه؟ يعني أولا نبدأ بانتهاكات الاحتلال بحق المعلمين هو عام صعب جدا يعني نشاهد يوميا ما يعتر المشهد في مسافة رياطة في القدس في الساوي اللبن في قطع غزة أيضا من حين لآخر وغيرها من المناطق مدارس بلدة الخضر تقوع وبالتالي هي سنة تضاف إلى سنوات عجاف مرت بسبب جائحة كورونا خلال جائحة كورونا سجل العالم دائما بأنه تغير طرق التدريس تغيرت الآليات تغيرت الوسائل وبقي المعلم هو الثابت الوحيد صحيح حتى في التعليم عن بعد برهن بأنه المعلم هو العمصر الأساسي في العملية التعليمية التعليمية وبالتالي معلمنا الفلسطيني يواصل صحيح أن هناك تحديات واجهة معلمي العالم وبضمنها المعلم الفلسطيني بشكل عام لكن دائما هناك تحديات خاصة واجهة المعلم الفلسطيني تخيلوا أنه في مدرسة المالح في طوباص أحد مدير المدارس أبعد عن مدرسة عشر أيام هذا إجراء لا يحدث إلا مع معلمون يحرمون من الوصول لمدارسه معلمون يبيتوا مدرسهم عبارة عن غرفة سقفة من زينكو كما في سفيفي وثماتي في اليوم التالي لا يجد مدرسة وهذه المعاناة في اعتقادي بالتأكيد المعلم الفلسطيني كان على قدر التحدي ولا يزال نستذكر اليوم في يوم المعلم الفلسطيني نضالات المعلمين التي بدأت منذ سنوات منذ عقود نستذكر الراحلين الذين كانوا في اتحاد المعلمين القادة نستذكر أنه كيف كان الانتماء للاتحاد العام للمعلمين تهمي وحاسب عليها القانون نستذكر من فصلوا من اعتقلوا كل هؤلاء نستذكرهم اليوم ما توجه لهم بالتحية ونؤكد دائما أنه معلمنا الفلسطيني جدير بكل تقدير ولذلك الوزارة تواصل فيما تواصل دعني في هذا الإطار وأكد أن وزارة تربية ماضية قدما في إنجاز نظام مهنة التعليم في غيرهم الخطوات إحنا دائما مع المعلم قلبا وقالبا نؤكد أنه مع حق المعلم ومع حق الطالب ونؤكد أنه حق المعلم لا يتنافى وحق أكيد أستاذ صادقاني إحنا كما ذكرت أن المعلم الفلسطيني تحدى المعلم الفلسطيني هو قدوة للعديد حتى ليس من طلبته نحن لليوم من نقتدي في المعلم وله تأثير على منطقته على بلده على كل مكان ودائما المعلم له رسالة سامية ورسالة التحدي ما هي الجهود لدعم المعلم ما هي جهود وزارة تربية التعليم لتطوير هذا المعلم ليس فقط كتكريم أو إعطاء شهادة في هذا اليوم وإنما هناك جهود أخرى يجب أن تكون معلمنا الفلسطيني يعني إعادة مكانة المعلم هذا الموضوع عنوان تنضغ في إطاره عديد التدخلات إحنا في وزارة تربية التعليم أنا ذكرت أنه إنجاز نظام مهنة التعليم بالتأكيد أيضا توفير برامج وفرص للمعلمين للتطور المهني تدريب نوعي توفير فرص للمشاركات الخارجية تغيير في الآليات إشراك المعلم في صرح القرار في اعتقادي أنه أهم ما نقوم به هو المعلم بات شريك في صناعة القرار وبالتالي هو لا يتلقى التعليمات بقدر ما يكون مشارك في سيغتها هذا بالتأكيد لا يعني أنه التقدير المادي أيضا مهم وإحنا نسعي له كنا أيضا بدلنا جهود جبارة خلال مرحلة ماضية لمتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه في الأزمة الأخيرة أنا ذاك نتابع كل ذلك ونؤكد أنه معلمنا الفلسطيني جدير بكل احترام نوفر مساحات أيضا لمعلمين لإبراز عطاءاتهم نواصل صندوق الإنجاز والتميز هذا وخصص إبداعات المعلمين أيضا وغيرها من الفرص وأيضا إحنا كل سنة في يوم المعلم الفلسطيني نعلن عن المعلم فلسطين صحيح كان عديد النماذج ونستذكر اليوم أيضا معلمتنا حنان الحروب التي قدمت نموذج أيضا ملهم نستذكر معلمات ومعلمة فلسطين التي تسيدوا المشهد في السنوات الماضية كمعلم فلسطين هذا العام جرت العادي أن وزارة تربية بالتزامن مع يوم المعلم تعقد احتفالية تعلن فيها عن معلم فلسطين اخترنا أن تكون الاحتفالية هذا العام في مدرسة قرب الحرم الإبراهيمي الأسبوع القادم وأنا ذاك سنعلن عن معلم فلسطين للعام 2022 جميل المعلم الفلسطيني نتحدث عنه نتحدث عن بناء ثقافة مجتمع بناء فكر مجتمعي وكما ذكر علاء في البداية قادة المستقبل لهيك العديد من القيم التي يرسخها المعلم ومنها مبادئنا واحترامنا ومحبتنا وفخرنا بكل ثوابت قضيتنا ومنها الأسرة لذلك نتحدث اليوم عن فعالية خاصة فعالية أعتقد أنه كل الشعب الفلسطيني رح يكون حابب أنه يشارك فيها حدثنا عن تفاصيل حملة الأربعين ألف رسالة لعميد الأسرة كريم يونس بالتأكيد في يوم المعلم الفلسطيني تحديدا بما يرمز له من وفاء نطلق بالتعاون مع نادي الأسير حملة خاصة لكتابة رسائل ورسومات للقائد والأسير إن شاء الله الذي سيتحرر في الخامس من الشهر كريم يونس هذه الحملة هي رسائل يعبر فيها الطلبة بعضهم يتخيل أنه والدته التي توفيت قبلها بعضها يتخيل أنه أخوه بعضها يتخيل أنه كريم يونس فهي رسائل على لسان كريم وإلى كريم كريم يونس هذه الرسائل تنطلق الحملة اليوم في تماما على مدار أسبوع كامل ستكون هناك رسائل وصولا إلى 40 ألف رسالة سيتم تسليمها للأسير المحرر بإذن الله كريم يونس حالة يعني الإفراج عنه وإحنا في وزارة التربية نعتاز أنه معلمنا الفلسطيني عندما كنا اخترنا هذا اليوم لأنه المعلم هو يؤصل القيم ويأخذ بيد الطلبة إلى القمم هذان البعدان يتقاطعان وبالتالي كريم يونس يستحق مننا ومن سلطنا التربوي كل هذا الوفاء نمضي في هذه الفعالية وكما أسلفت الأسبوع القادم أيضا نعلن عن معلم فلسطين للعام الحالي نعم أستاذ صادق أعود إلى عام سيادية التعليم في القدس وأيضا كل الظروف التي يعيشها المعلم المقدسي من حصار من تغيير فيه المنهاج الفلسطيني وتحدياته أيضا في المدارس المقدسية وهدم للمدارس وأيضا إبعاد عن المدارس كيف هي الجهود أيضا لدعم المعلم في العاصمة القدسية يعني للمعلم في القدس خصوصية معين دعني في هذا الإطار أؤكد أن وزارة التربية التعليم تتبنى خطوات خاصة لمعلم القدس وبالتالي دائما نتابع وهذا أيضا من خلال الحكومة الفلسطينية تسريع تنفيذ الخطوات الخاصة لمعلم القدس حلاوي خاصة لمعلم القدس وأيضا نسجل أن معلمي القدس عندما يكون هناك أحيانا احتجاجات إيقاف للمسيرة التعليمية القدس مستثناء هذا بقرار وعليه إجماع لأن التعليم في القدس استمرار وهو رسالة وطنية بامتياز معلمنا في القدس ويقدم دوره باقتدار كل معلمين يؤدون دورهم لكن معلمنا في القدس يتحمل مسئولية مضاعفة يحاول الاحتلال الفرد أن يفرض عليه منهاج محرف لكن المعلم الفلسطيني ماضي قدما في مسعال الحفاظ على التعليم الفلسطيني في القدس وأيضا تعزيز الرواية الفلسطينية كل التحية في هذا العام عام سيديد التعليم في القدس لمعلمينا حتى كل فعالياتنا ستكون معنون بهذا الإطار ومنذ البداية قلنا وقلنا معكم أنها ليست مجرد تسمي بقدر ما هي التزام التزام لكل أنت مشكرين في الإعلام اللي بتصلتوا دوما على عطاء المعلم الفلسطيني إنها متواجدوا في القدس تعديدا هذا واجبنا أكيد مرة أخرى كل عام وكل معلمينا بألف خير ليس فقط اليوم وإنما كل يوم شكرا جزيلا على وجودك معنا وإن شاء الله رح نتابع كل الفعاليات خلال الفترة القادمة كل الشكر لألك أستاذ صادق